بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلبة والطلبات أهلا ومرحبا بكم يا أحباب في يوم جديد إن شاء الله ودرس جديد وتعليم جديد يا أولاد إحنا عندنا إن شاء الله زي ما اتفقنا في الأجازة بنحاول كل يوم جمعة نديكم جرعة نحو زيادة يا أولاد شوية عشان تساعدكم طول السنة إن شاء الله بنحاول في الأجازة نعلم حضرتك قاعدة كل يوم جمعة قاعدة جديدة النهاردة عندنا إيه يا شباب النهاردة عندنا بأمر الله سبحانه وتعالى درس جميل جدا اسمه المنادة اسمه يا شباب المنادة برفو عليك يعني إيه منادة يعني اللي بتنده عليه حضرتك يعني لما حضرتك تقول يا محمد فين اللي بتنده عليه أنا بنده على محمد أهو أهو ده شغلنا النهاردة أولاد المنادة هنتكلم عنه حبيب النهاردة نشوف أنواعه نشوف إعرابه نشوف إيه الحروف اللي بقدر انده بيها لو حضرتك عايز أنت متعود دايما بتنده بحرف النداء اللي هو يا دايما بتقول يا محمد يا أحمد يا إبراهيم طيب هل في حروف نداء تانية طيب يا ترى حروف النداء دي لو حد قريب مني بنده له بايه بأي حرف طيب لو حد وقف بعيد بنده له بايه كل ده ان شاء الله يا حبيبي هنقوله مع بعض النهاردة يلا بينا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ كده أولاد تعالوا بينا نروح الأول أولاد على ايه معنى المنادة يلا نكتب كده المنادة ايه معنى المنادة قال لي حضرتك المنادة عبارة عن ايه قال لي عبارة عن هو اسم ما له بقى يذكر بعد أداة النداء يعني يا حبيبي يعني اسم موجود بعد أداة النداء طيب جميل جدا ليه ليه بنجيبه بعد أداة النداء قال لي لطلب حضور الشخص عشان ايه اخلي الشخص ده يحضر او لتنبيه او لتنبيه بمعنى ايه ان انا ينبه الشخص يا حبيبي او ان انا اطلب حضور الشخص كويس جدا يبقى ايه معنى المنادة تاني قال لي اسم يذكر بعد أداة النداء كويس يا مستر وبعدين قال لي لي ايه قال لي لطلب حضور الشخص او تنبيه كلام كويس كده عرفنا يعني ايه المنادة اسم بقوله بعد حرف النداء عشان اطلب حضور الشخص قدامي طيب ايه يا الحروف بقى اللي بانده بيها يا ولاد انا عندي يا حبيبي في اللغة العربية خمس حروف بقدر انده بيه ايه يا الحروف دي يلا نشوف قال لي اول حرف عندنا اسمه يا اسمه يا شباب يا طب ما له دا مستر قال لي دا الحرف المشهور جدا يا شباب في حروف النداء وبيستخدم للاتنين يا ولاد للقريب والبعيد يعني لو زميلك واقف قدامك هتقول له يا احمد واقف قدامك طيب لو زميلتك واقف بعيد هتقولي ايه يا جنة يا جودي ما هي واقف بعيد يبقى لو قريب يا ولو بعيد يا يبقى لما نيجي نتكلم على يا مالها اللي تستخدم اهي يا حبيبي للقريب والبعيد يبقى هي للاتنين يا ولاد يا تستخدم للقريب والبعيد كلام جميل خالص يبقى كده اتفقنا على اول حرف بنده بي ايه هو اللي هو اليا زي ما اتفقنا اللي بعد اداة النداء ده شغلنا النهاردة الاسمه المنادة يبقى اللي بعد اليا ده ده شغلنا النهاردة دلوقت بنتعرف على حروف النداء ايه هي الحروف اول حرف اسمه يا طب يا ده بيستخدم ليا حبيبي زي ما قلنا للقريب والبعيد طيب تعالوا بنا على الحرفين التانين في حرفين تانين اسمهم ايه يا ولاد قال اسمهم ايا ايا وهيا اهي ايا وهيا قال لي دول بيستخدموا لايه اولاد قال لي دول بيستخدموا ليه البعيد فقط لو الشخص واقف بعيد بستخدم له ايا اولاد ايا او هيا لما اقول ايه هيا جودي ايا جانع ايا احمد ايا محمد ايا ابراهيم ايا يونس مثلا اعمل ايده يا اولاد اعرف ان الادوات دي بنده بها الشخص ده واقف بعيد طب لو الشخص واقف قريب زي ما اتفقنا بستخدم له ايا ممكن للقريب والالبعيد كلام جميل خالف طب هل يا مستر في هاداتين للقريب بس ما انت قلتلنا هاداتين للبعيد بس قال لي آه جيبه في واحدة مشتركة ما بين الاتنين يه اللي يه للقريب هو البعيد وفيه ايه للبعيد طب هل في اتنين للقريب قال لي آه بستخدم هاداتين اللي هما ايه يا ولاد اي وبعدين الهمزة دول بيستخدموا ايه يا ولاد قال لي دول للقريب كلام جميل خالق كده يا شباب انا عندي خمس ادوات يلا نعدهم مع بعض يا ايا هيا اي الهمزة قول معايا تاني ادي واحد يا اول اداة نمرة اتنين اللي بنده بيها ايا تلاتة هيا اربعة اي خمسة الهمزة كده يبقى عندي كم اداة يا ولاد عندي خمس ادوات بقدر انده بيهم وزي ما اتفقنا الادوات دي يا ايا هيا اي الهمزة اللي بعدهم على طول اسمه منابة وده شغلنا النهاردة طيب ايه اعراب الادوات دي يا ولاد قال لي اعراب الادوات دي يا مستر ما له بقى قال لي ده حرف نداء ما له بقى قال لي حرف نداء مبني على السكون ده لا محل له من الاعراب حرف نداء مبني على السكون لا محل له من الاعراب كويس يا ولاد ده اي حرف من الحروف الخمسة بتاعتنا تعالوا دينا يا حبيبي نروح الجزء التاني بقى نشوف أنواع المنادة نتفقنا اللي بعد أداة النداء اسمه منادة طب تعالوا نشوف بقى أنواعه بيجي ازاي وإيه أنواعه ونتكلم في الأنواع شوية يا أولاد نبدأ بقى أول نوع يا حبيبي اسمه إيه قال لي اسمه المنادة نبدأ بقى أول نوع قلنا عندي نوعين أول نوع أهو يا أولاد والنوع التاني أهو نبدأ بقى أول نوع اسمه إيه قال لي أول نوع يا حبيبي اسمه المنادة المعرب اسمه المنادة إيه يا شباب المعرب يعني إيه معرب قال لي يعني بقول عليه منصوب دائما ده أول نوع يا شباب طب النوع التاني قال لي اسمه منادة مبني يبقى لما جي أقول لك قل لي الأنواع بتاعت المنادة تقول لي سهلا مستر والله أنت حضرتك عندك نوعين يا إما منادة معرب لو المنصوب يا إما منادة مبني على حسب ما يجيلي بقى اشوف طب هل المنادة المنصوب ده ايه قال لي المنادة المنصوب ده ياولاد فيه تلات انواع ايه النوع الاول في المنادة المنصوب قال لي اول نوع في المنادة المنصوب ياولاد اسمه او يبقى ده بينقسم المنصوب ده او المعرب لتلات قال لي اسمه منادة مضاف اسمه منادة مضاف يبقى لو المنادة جي مضاف هيبقى منصوب طب النوع التاني قال لي اسمه شبيه بالمضاف طب النوع التالي قال لي اسمه ناكرة غير مقصودة والمعاية تاني ايه هو المنادة المعرب او المنصوب قال لي المعرب او المنصوب تلات انواع يا حبيبي منادة مضاف شبيه بالمضاف وناكرة غير مقصودة كلام جميل خالص طب النوع التاني ايه حبيبي قال لي المنادة المبني ما له بقى ده اشهر نوعين فيهم ايه يا ولاد اهو قال لي اول نوع اسمه العلم والنوع التاني اسمه ناكرة مقصودة كويس خالص اولاد نقول تاني يبقى حضرتك كده تاخد بالك ان عندك خمس انواع تلاتة منصوبين واتنين مبني نبدأ بالتلاتة المنصوبين مضاف شبيب المضاف ناكرة غير مقصودة بالنسبة للمنادة المبني عندي نوعين يا عالم يا ناكرة مقصودة يلا بينا نبدأ عند اول جزء اولاد ونتكلم في المنادة المنصوب ونشوف انواعه ونشوف اعرابه نبدأ باول نوع يا حبيبي اللي هو المنادة المضاف في المنصوب يلا بينا نشوف انت احنا اتفقنا ان المنادة المضاف دايما منصوب يلا بينا نبدأ بالمنادة المضاف المضاف ده عبارة عن ايه اولاد؟ قال لي سهل خالص يا مستر عبارة عن اداة نداء اجيب واحد من الخمسة اتفقنا عليه يا ايا هيا اي الهمزة وبعدين ناكرة يعني كلمة ما فيهاش الف ولام. وبعدين معرفة يعني كلمة فيها الف ولام. ده التركيب بتاعنا ياولاد. على طول تعرف النداء يبقى منادى مضاف. اديني مثال. يا طالب الفصل. يلا يا شباب. ها? فين اداة النداء? يا. قول معي بقى. بتستخدم لايه? للقريب ولا للبعيد ولا للقريب والبعيد زي ما اتفقنا بتستخدم للقريب والبعيد. فين المنادة? اتفقنا اللي بعد اداة النداء يبقى. لما يقول لي طلع منادة يبقى طالب. اهي. دي منادة. ماله بقى? تعالوا نشوف نوعه. هو ده ناكرة? قال لي اه ما فيهاش الف ولام. اللي بعده فيه الف ولام? اه. يبقى ده اسمه منادة ايه? قال لي ده اسمه منادة نوعه منادة مضاف. وبدأ منادة مضاف. لسه اقلين تبع المنصوبات. يبقى منادة منصوب. اشوف بقى منصوب بايه اولاد? والله لو مفرد يبقى منصوب بايه? قال لي لو مفرد يبقى منصوب بالفتحة. يبقى ده منادة منصوب بالفتحة. كلام جميل خالق. طب حضرتك عارف الناكرة وراها المعرفة. اتعلمنا قبل كده ان اي اسم ناكرة وراها معرفة يبقى المعرفة تعرب ايه? شاطر انا سمعتك. اه تعرب مضاف اليه. وده مفرد يبقى مجرور بالكسرة. يبقى مضاف اليه مضاف منصوبه علامة نصبي الفتحة طب ليه مضاف لانه نكرا وراها معرفة طيب الفصل تعرب مضاف اليه مجروره علامة وجريه الكسرة كلام جميل خالص طب هل المعرفة دي يا أولاد ليها أشكال مختلفة بمعنى إيه يعني ممكن المعرفة تيجي حاجة غير الألف ولم قال لي آه يا مستر ممكن تيجي غير الألف ولم زي إيه زي مثلا يا حبيبي تيجي فيها ضمير زي لما قول إيه يا ربنا بص معايا يا ربنا فين أداة النداء يا فين المنادة رب طب دي نكرا طب متضافة لإيه للضميرة هين يبقى دي نكرا وراها الدميرة هين إذن دي بقت منادة مضاف كويس خال يبقى من أشكال المنادة المضاف إيه يا حبيبي زي ما اتفقنا إنه ممكن ييجي بعده ألف ولم أو ممكن ييجي بعده ضمير ممكن ييجي بعده إيه تاني يا شباب ممكن ييجي في الإضافة اسم بلد وليكن إيه لما قول إيه يا طلاب مصر بص كده يا طلاب مصر لما اجا اشتغل في يا طلاب مصر هلاقي ايه هلاقي يا أولاد يا طلاب مصر فين حرف النداء يا فين المنادة طلاب طب طلاب دي ملها نكرا هيه طب مصر معرفة ما انت هتقول لي ما فيهاش ألف ولم ما انت تعلمت قبل كده إن اسم البلد ده معرفة يبقى داك إنه فيه ألف ولم إذن طلاب هنا ايه ملها يا أولاد قال لي منادة منصوب طب منصوب بايه برضو ده جمع تكسيري بقى منصوب بالفتح كويس قوي ومصر زي ما اتفقنا مضاف إليه مجروره على ما تجريه الكسرة ممكن ييجي يا أولاد برضو الإضافة لو جاي لي اسم بالأسماء الخمسة حضرتكوا فاكرين الأسماء الخمسة ايه هي؟ يلا قول معايا أب أخ حم فو ذو قولهم معايا تاني أب أخ حم فو ذو لو أنا جبت واحد من الأسماء الخمسة دي أولاد منادة زي لو قلت إيه؟ بص يا ذا العلم تأدب بصوا كده يا ذا العلم تأدب لما جي أشتغل فين حرف النداء؟ يا اعريبوا معايا هل دا للقريب ولا للبعيد؟ لسا أهلين شاطر برافو عليه للقريب والبعيد فين المنادة؟ زا برافو عليه طب دا منادة ماله حضراتكم عارفيني الأسماء الخمسة تنصب بالألف تنصب بالألف يبقى دا منادة منصوب وعلامة نصبه الألف إيه السبب؟ قال لي إنه من الأسماء الخمسة طب العلم اللي بعدها هي نكرة وراها معرفة هي؟ زي ما اتفقنا يبقى العلم مضافئ ليه مجرول وعلامة وجريه الكسر افرد ممكن يجيني برضو من أشكال الإضافة جمع مؤنث سالم وبعده ألف ولم زي لما قول إيه؟ يا طالبات الفصل شوف كده يا طالبات الفصل لما نجي نتكلم فين حرف النداء يا؟ فين المنادة طالبات؟ جمع مؤنث سالم أهو قال لي دا ينصب بالكسرة يبقى منادة منصوب بإيه حبيبي؟ بالكسرة طب إيه السبب؟ قال لي السبب لإنه جمع مؤنث سالم كويس خالص يا رجل دا أول شكل من أشكال المنادة يا حبيبي المضاف يبقى إيه أول شكل من أشكال المنادة المضاف يا أولاد؟ دا نوع بسيط وسهل جدا نتفق مع أن المنادة المضاف دايما بيبقى منصوب طب منصوب بإيه أشوف؟ والله لو كان مفرد يبقى منصوب بالفتحة والله لو كان مثنى أو جمع مذكر سالمي أو منصوب بالياء طيب من حالات الإضافة ممكن يضاف لي اسمه في ألف و لان بعده أو اسم بلد أو مثلا يكون المنادة من الأسماء الخامسة وبعده مضاف إليه؟ طيب لو جاء عندي يا أولاد جمع مذكر سالم أعمله إزاي لو كان مضاف زي مثال إيه يا حبيبي؟ لو جيت قلت إيه؟ يا مجتهدين الفصل بص كده لو أنا جيت كتبت المثال كده يا أولاد المثال كده كتابته خاطئة ليه يا أولاد؟ قال للأم ما ينفعش أقول إيه؟ يا مجتهدين الفصل لأن دي النون دي يا حبيبي لازم أحذفها للإضافة بدام جبنا بعدها أهالف و لام يبقى لازم تحذف النون دي للإضافة فإيه صح بتاعها؟ أقول عليها يا مجتهدي شوف كده يا مجتهدي الفصل طب ده منادة منصوب بإيه؟ بلياء شاطر أهو منادة منصوب بلياء طيب السؤال بقى ليه حذفت النون؟ قال لي حذفت النون للإضافة لماذا حذفت النون؟ قال لي للإضافة يبقى الكتابة الصحيحة بتاعتها لو قال لي يا مجتهدين المدرسة وقال لي صحح الأسلوب قال لي أسلوب النداء هنا مكتوب بطريقة خاطئة طب الصحي يا أولاد؟ أحذف النون للإضافة يبقى الصحي بتاعها يا مجتهدي المدرسة ده كان أول نوع يا حبيبي من أنواع المنصوب اللي اسمه منادة مضاف يلا بينا نروع عن نوع الثاني يا حبيبي اللي اسمه شبيه بالمضاف قول معايا تاني اسمه إيه؟ شبيه بالمضاف إيه الشبيه بالمضاف ده يا أولاد؟ قال لي الشبيه بالمضاف ده عبارة عن شبيه بالمضاف قال لي الشبيه ده ماله شبيه بالمضاف ماله بقى الشبيه بالمضاف ده قال لي ده بتبقى كلمة منونة كلمة منونة بعدها ايه بعدها جر ومجرور او كلمة تتمم المعنى قول تاني يبقى انا عندي اتنين كلمة منونة بيجي بعدها شبيف المضاف بيجي بعده جر ومجرور او كلمة تتمم المعنى ديني مثال بص كده لما اجا اقول لك ايه يا طالبا في المدرسة تقدم اخد بالك يلا فين ادات النداء يا فين المنادة قلنا اللي بعد ادات النداء طالبا يلا نحدد نوعه المنادة المضاف يا ولاد عمره ما بيجي فيه تنوين انما الشبيه بالمضاف شاطر بيجي فيه تنوين طب ايه علامته ايه اللي عرفني ابص على اللي بعده هلاقي فيه حرف جر والمدرسة اسمه مجروري يبقى ده جر ومجروري يبقى ده على طول شبيه بالمضاف وقلنا الشبيه بالمضاف ده تبع المنصوبات يبقى ده منادة منصوب بالفتحة قول معايا تاني منادة منصوب بايه بالفتحة كلام جميل خالق يبقى ايه اللي عرفني يا ولاد انه هو شبيه بالمضاف العلامة بتاعته تفعلنا ان المنادة المضاف دي يجي بعده الفلام او اسم بلد طب التاني او اسم انسان مثلا طب التاني الشبيب المضاف بيبقى ناكرة ومنونة وبيجي بعده جر ومجرور طب ممكن يجي يا ولاد عندي كلمة تتمم المعنى زي لما اجا اقول ايه يا حبيبي شوف لما اجا اقول في المثال ده يا طالعا يا طالعا جبلا شوف المثال ده يا طالعا جبلا لما اجا اشوف يا ولاد المثال ده هلاقي يا طالعا جبلا دي بكتبها ازاي قال لي فين حرف النداء الياها هي يا ولاد طب فين المنادة طالعا شاطر طب ده منادة ماله اهي منادة منصوب طب منصوب بايه قال لي ده منصوب بالفتحة كويس ايه ايه ليه هو شبيه بالمضافة هتلاقي كلمتين مرتبطتين ببعض بص يا طالعا طالعا ايه بتطلع على ايه جبل ولا سلم ولا ايه بالزبط اهيه الكلمة التانية مرتبطة بالقولة ما ينفعش الكلمتين الا ببعض عشان كده على طول جبلا تعرب ايه يا ولاد قال لي دي دي على طول مفعول به منصوب طب ازاي مستر مفعول به منصوب وما فيش قبلها فعل ولا حاجة هتدرس حضرتك في قولها سانوي في حاجة اسمها اعمال اسم الفاعل ان اسم الفاعل بيعمل بشروط مش عايزة اشغل دماغك بيه قوي هتعرف بعد كده ان جبلا دي تعرب مفعول به منصوب بالفتحة لانها قبلية اسم فاعل عامل كويس يا ولاد كلام جميل خالص يبقى عندنا كده نوعين يعتبروا طبع المنصوب يا ولاد النوع الاول يا حبيبي قال لي النوع الاول اسمه منادة مضاف طب عرفنا ايه هو المنادة المضاف ناكرة وراها معرفة ومش منونة طب ايه هو المنادة شبيب المضاف النوع التاني في المنصوبات قال لي سهلة ناكرة منونة وبيجي بعدها جر ومجرور او كلمة تتم معنى هل فيه نوع تالت يا مسطر من المنصوبات قال لي اه زي ما اتفقنا فيه نوع تالت لان المنصوبات تلاتة المنادة المنصوب تلات مضاف شبيب المضاف زي ما قلنا في الاول ايه نوع التالت بقى قال لي اسمه ناكرة غير مقصودة قول معايا تاني اسمها ايه ناكرة غير مقصودة تعالي نكتبها مع بعض كده ونشوف ايه هي الناكرة غير المقصودة قال لي اسمها ناكرة غير مقصودة عبارة عن ايه بقى الناكرة غير مقصودة قال لي ده بنادي على اسم شخص او اسم ناكرة غير معين يدل على شخص غير معين يعني بنادي على حد ياولاد غير معين غير مقصود بمعنى ايه لما اجا اقول يا رجلا تأدب في الغالب بيبقى بعد النكرة غير المقصودة ايه يا ولاد في الغالب بيبقى بعدها طلب يعني ايه طلب يعني حد بيطلب مني حاجة زي لما اجا اقول لك ايه يا رجلا تأدب ها فين اداة النداء هنا يا شاطر يلا نعربها حرف نداء يلا نكتبها هو مع بعض حرف نداء مبني على السكون مالها بقى لا محل له من الاعراق كويس وبعدين رجلا دا المنادة هو ان دا نكرة مقصودة نكرة غير مقصودة عفوا بمعنى ان نكرة غير مقصودة بند على شخص غير معين لما اقول يا رجلا معناها ايه انا بند على اي راجل بقول يا رجلا تأدب بند على اي رجل ما بندهش على حد بعينه اولاد ما بقصدش حد بعين دا اي نسائق يلا ما اقول يا سائقا قف يبقى انا ما بقصدش سائق معاين لا دا انا بقصد اي سائق من السائقين يبقى يا حرف نداء مبني على السكون رجلا منادة منادة ما لقى حبيبي قال لي منادة منصوب لانه تبع المنصوبات منصوب بايه مفرد يبقى منصوب بالفتحة برافو عليك طيب تب تأدب قال لي دا فعلا امر مبني على السكون كويس خالص اولاد طب دا نوع ايه قلنا زي ما اتفقنا اسمه ناكرة غير مقصودة اسمه ايه تاني ناكرة غير مقصودة ايه السبب انه ناكرة غير مقصودة قال لي السبب انه ناكرة غير مقصودة لاننا بند على شخص غير معين كويس خالص اولاد كده يا حبيبي نكون خلصنا اول نوع اللي اسمه المنادة المنصوب منادة المنصوب بعمل فيه ايه يا حبيبي تلات انواع يلا قولهم معي بقى المنادى المضاف تعرفوا ازاي ناكرة غير مناونة وراها معرفة برافو عليه الناكرة دي بتبقى منصوبة بالفتحة او منصوبة بالياق او منصوبة بالكسرة طيب ممكن ييجي شبيه بالمضاف بعرفوا ازاي اولاد الشبيه بالمضاف قال لي سهل جدا قال لي دي ناكرة مناونة وبعدها جره مجرور ممكن تيجي ياولاد جامع مزكر سالم زي لما قول يا مجتهدين في الفصل في حالة الشبيه بالمضاف يا ولاد ما بشلش النون ليه ما فيش بعده الف ولام يبقى ما بشلش النون للاضافة اما في حالة المنادة المضاف بشيل النون يبقى انا لو قلت يا مجتهدين الفصل غلط المفروض يا مجتهدي الفصل اما لو جدت بعدها غره مجرور قلت يا مجتهدين في الفصل لا ما تشلش النون هنا في الحالة دي لان ما فيش بعدها الف ولام ده هنا فيه بعدها غره مجرور يبقى هي يا مجتهدين في الفصل طب دي تعرف ايه قال لي منادة منصوب وعلامة نصبه ليه زي ما اتفقنا النوع الثاني اسمه ايه اسمه ناكرة غير مقصودة بند على شخص غير معين وهو تبع المنصوبات يا أولاد وفي الغالب يأتي بعده طلب كويس يا أولاد يعني ايه طلب يعني فعل عمر ده بالنسبة يا حبيبي لأول نوع عندنا اللي هو المنادة المنصوبة طيب يلا بينا نرؤ على النوع الثاني بقى اللي اسمه المنادة المبني المنادة المبني ده عبر عن زي ما اتفقنا عن نوعين اما منادة علم واما ناكرة مقصودة قول معاية يعني اما منادة علم واما ناكرة مقصودة يلا نبدأ بأول نوع اللي هو المنادة العلم المنادة العلم ده عبر عن ايه يا أولاد العلم ده أنا بند على اسم انسان او اسم دولة يعني مثلا اقولي يا محمد يا احمد يا جودي يا يا جانر شوف يا اولاد يا الحرف النداء ده للقريب والبعيد كل الاسامة دي علم ممكن انده على اسم البلد يا مصر لما جي انده يا حرف النداء المنادة هو مصر او جانر او جودي او احمد او محمد كل دي اسماء اعلام ما لها يا مصطر قال لي كل اسماء الاعلام دي يا اولاد دي تبعي المبني منادة مبني طب مبني على ايه تعالى نشوف مع بعض بقى قال لي البناء يا اولاد بيبقى على ثلاث حالات الحالة الاولى يا حبيبي قال لي بيبنى على الضم ده لو كان مفرد او جمع مؤنس سالم او جمع تكسير حالة تانية لو كان مثنى يبنى على الالف قال لي لو كان جمع مذكر سالم يبنى على الواو دي مثال كده يا مصطر بص حضرتك يا احمد يلا نشوف فين حرف النداء يا منادة ما اه حرف النداء مبني على السكون فين المنادة هنا زي ما اتفقنا اللي بعد حرف النداء احمد طب هل ده منصوب قال لي لا ده مش تبع المنصوبات يا مصطر ده مبني انه علم طيب منادة مبني علي اشوف ومش ده مفرد اه يبقى اقول ايه منادة مبني على الضم قول معايا تاني منادة مبني على الضم كويس اوي ايه السبب يا مصطر قال لي انه مفرد طب لو جبتها مثنة قلت يا نفس المثال وقلت يا احمدان ما له ده بقى قال لي ده منادة مش مبني على الضم لا ده منادة مبني على ايه بقى قال لي على الالف قول معايا تاني منادة مبني على الالف ايه السبب لأنه فيه ألف ونونة هو يا أولاد طيب ممكن حضرتك يجي المنادة ده جمع زي لما قول جمع مصطفى إيه حبيبي مصطفون فاجأ قول إيه يا مصطفون شوف يا مصطفون لما جي أركز يا حرف نداء مبنى على السكون لها محلة له من الإعراب فين المنادة مصطفون إيه نوعه منصوب ولا مبنى قال لي بدا مع علم يبقى على طول طبع المبنى يبقى المنادة مبنى طب مبنى على إيه أبص عليه يا أولاد ده جمع مذكر سالم حضرتك يبقى ده منادة مبنى على الواو دايما يا أولاد أي منادة مبنى بعد ما تخلص قلت منادة مبنى على الضم تقول بقى دي في محل نصب طب هنا منادة مبنى على الواو نفس الكلام في محل نصب يبقى حضرتك عبارة عن إيه يبقى حضرتك لو المنادة مبنى على الألف تقول عليه مبني على الالف في محل نصب لو مبني على الواو تقول مبني على الواو في محل نصب لو مبني على الضم تقول مبني على الضم في محل نصب يبقى ايه الموضوع ياولاد بسيط جدا ابص على المنادة والله لو جاي مفرد يبقى منادة مبني على الضم لو جاي مثنة يبقى منادة مبني على الالف لو جاي جامع مزكر سالم يبقى منادة مبني على الواو كلام جميل خالص طيب قول معايا كده المثال واشوفك فهمت ولا لأ يلا يا محمد ها محمد ده واحد ولا اتنين ولا ايه واحد شاطر يبقى مبني على ايه ضم ولا الف ولا واو ها برافع ليك ده مفرد يبقى مبني على الضم طب لو قلتها محمدان محمدان يبقى مبني على ايه اتنين مثنى يبقى مبني على الالف برافع ليك طب لو جمع خلتها محمدون يبقى مبني على ايه برافع ليك جمع المذكر السلم يبني على الواو يبقى منادى مبني على الواو خلي اعرابك كامل يبقى منادة مبني على الواو في محل نصب برفع ليك ده بالنسبة لايه يا حبيبي ده بالنسبة للاول نوع من المنادة المبني اللي هو المنادة المبني اللي هو العلم اللي هو مبني على الضم او مبني على الالف او مبني على الواو طيب وخدنا ايه برضو يا حبيبي خدنا قبل كده في المنادة المنصوب زي ما اتفقنا تلات انواع منادة مضاف شبيه بالمضاف ناكرة غير مقصودة قلنا ده تبع المنصوبات تفكرني بالنكرة غير مقصودة سهلة جدا اسم شخص غير معين ان ده بيبقى على شخص غير معين وبيبقى منصوب بالفتحة او منصوب بالياء كويس يا أولاد طيب واتفقنا في المبني مبني على الضم وعلى الالف وعلى الواو لو كان ايه حبيبي قال لي ده لو كان منادة على ده بالنسبة لأول نوع في المنادة المبني يا أولاد اللي هو العلم يلا نروح للنوع التاني يا حبيبي اسمه الناكرة المقصودة اسمه ايه تاني الناكرة المقصودة يلا نشوفه يا أولاد الناكرة مقصودة عبارة عن ايه بقى الناكرة المقصودة دي يا أولاد فكر الناكرة غير المقصودة كنا بنقول فيها ايه كنا بنقول في الناكرة غير المقصودة ان انا بند على شخص غير معين هنا بقى النداء يا أولاد بند على شخص معين بنده على شخص معين محدد زي لما اقول ايه يا سائق فصلة تقدب برضو بعدها طلب بس خد بالك احنا كنا قيلين في الغير مقصودة بيبقى منصوب يبقى لو لقيت الكلمة منصوبة يبقى دي غير مقصودة دي مش منصوبة ياولاد دي مرفوعة يبقى على طول ايه يا حرف نداء يلا نكتبه حرف نداء مبني على السكون لا محل له من الاعراض سين المنادة سائق منادة زي ما اتفقنا ده تبع النكر المقصودة يبقى ده منادة ايه مبني طب مبني على ايه زي ما اتفقنا المفرد سائق واحدة هو يبقى مبني على الضم ماله بقى في محل نصب اهي منادة مبني على الضم في محل نصب رفع ليه طب لو جترب مني يا حبيبي حول النكر المقصودة دي غير مقصودة سهل ياولاد حولها من حالة الرفع لحالة النصب يبقى ايه سائق هتبقى ايه اهي سائقا اهي سائقا يبقى حولت من المقصودة غير المقصودة لو جات يا مجتهدين فصلة تقدبه تبقى دي ناكرة غير مقصودة عايزة حولها المقصودة شاطر حولها ليه مبني على الواو يبقى يا سائقون يبقى ده من هذا مبني على الواو يبقى من المقصودة لغير المقصودة او من غير المقصودة للمقصودة عملية سهلة من غير المقصودة للمقصودة احول من النصب لحالة الرفع اوعى تنسى علامة النكرة المقصودة ايه بتبقى اخرها اهي اولاد مرفوعة ادي واحد او الحالة التانية اخرها الف ونون او اخرها وو نون اه يا اولاد علامة المقصودة ثلاث حاجات اهيه يا اما مرفوعة يا اما اخرها الف ونون يا اما اخرها وو نون علامة الغير مقصودة تنوين او يه ونون اهيه الغير مقصودة هيبقى ايه تنوين او يه ونون تعرف ان دي غير مقصودة وتعرف ان المقصودة اللي اخرها مرفوعة او اخرها الف ونون او وو نون طيب مثال تاني اولاد لو جت قلت لحضرتك ايه يا رجل فصلة تأدى يا رجل بس مش منصوبة برافو عليك انت قلت صح نكرة مقصودة طيب عايزة اقولها غير مقصودة يا رجلا طيب عايزة اقول ايه يا عاملين فصلة اتقنوا عملكم يا عاملين دي مقصودة ولا غير يا ولاد برافو عليك جات منصوبة فيها ايه ونون زي ما اتفقنا دلوقتي يا اولاد بص معايا انا كتبتلك تنوين او ايه ونون يبقى غير مقصودة على طول تنوين او ايه ونون يبقى دي غير مقصودة على طول طيب عايزة حولها المقصودة حولها بقى انت ايه حط فيها بدان فيها ايه ونون عاملين حولها انت لحالة الرفع يبقى يا عاملون طب اقولها ايه اولاد بقى اقولها برضو منادى منصوب في حالة يا عاملون لا لا طبعا دي تحولت من النكر غير المقصودة المقصودة يبقى ايزا ده بقى منادة مبنى طب مبنى على ايه بقى اللي ده مبنى على الواو يبقى اقول ايه بقى منادة مبنى على الواو في محل نص قول تاني منادة مبنى على الواو في محل نص بيبقى يا عاملين تحولت بقى يا ولاد يا عاملون يلا حول لي تاني من الغير مقصودة للمقصودة ها يا سائقا فصلة اجتهد ها هتبقى يا سائق يا طالب حولها الغير مقصودة يا طالبا رفع عليك طب حول من المقصودة الغير مقصودة يا مجتهدون حولها انت الغير مقصودة تبقى يا مجتهدين رفع ليه طيب كلام كويس خالص يا اولاد ده بالنسبة لحالة ايه يا اولاد الناكرة المقصودة وزي ما اتفقنا يا اولاد الناكرة المقصودة مثل العلم بالزبط طيب ازاي بقى يا حبايبي دي زي ما اتفقنا ان العلم يبنى على الضم ويبنى على الالف ويبنى على الوا كذلك مين يا احباب كذلك الناكرة المقصودة تبنى على الالف وتبنى على الوا وتبنى على الضم لو مفرد زي يا سائق بس يبقى مبني على الضم لو عايزة خليها مثنة يا سائقان يبقى مبني على الالف لو عايزة خليها جمع يا سائقون يبقى مبني على الوا دي أولاد بالنسبة للحالة التانية يا حبيبي اللي هي المنادى المبني يبقى جمع معايا إيه المنادى المنصوب وإيه المبني المنصوب ثلاثة مضاف شبيه من المضاف نكر غير مقصودة جمع معايا المبني سهل يا بستر العالم قلنا اسم انسان او اسم دولة او اسم شهر او اي اسم عالم او اسم ايه قال لي يا حبيبي او نكرة مقصودة طب ايه نكرة مقصودة يبند على شخص معين طب ايه علامتها قال لي سهلة اخرها مرفوعة او الكلمة فيها اخرها الف ونون او اخرها ايه حبيبي ونون كويس يا ولك ده بالنسبة يا حبيبي ليه النوعين بتوع المنادة اللي عندنا في عندنا نوع تالت يا هؤلاء اسمه منادة ما فيه قال لازم ناخد بالنا كويس جدا جدا لو جات للكلمة فيها الف ونون اندع عليها ازاي يا اولاد يبقى النوع اللي بعده اسمه منادة ما فيه قال منادة ما فيه قال بمعنى ايه يا اولاد لو الاسم فيه الف ولام انادي عليه ازاي يا حبيبي قال لي في خطوة مهمة جدا يا أولاد عشان أنادي على الاسم اللي فيه ألف ولم أعمل يا حبيبي قال لي أول جزء أحدد نوع المنادة ده هل هو مذكر ولا مؤنث هل هو إيه قلت ياني معايا مذكر ولا مؤنث بمعنى إيه بمعنى لو جيت قلت مثلا الطلاب إش ده فيه ألف ولم شاطر أهو ألف ولم هو طيب يبقى دي ليه طريقة لوحده في النداء طيب أعمل إيه قال لي أول خطوة بحدد نوعه هو نوع كلمة الطلاب إيه مذكر ولا مؤنث ها طلاب مذكر أستخدم له إيه قال لي تستخدم له يا أيها يبقى عنده هقول إيه يا أيها الطلاب طيب أفرد اللي فيه ألف ولم ده ده جامع مؤنث اللي هو إيه الطالبات الطالبات بان دعلي بإيه ده قال لي أشوف نوعه والله لو كان جاي فيه ها مؤنث قال لي يا أياتها يبقى لو اللي فيه ألف ولم يا ولاد علي أن أنا حدد نوعه والله لو مذكر أقول يا أيها والله لو مؤنث أقول يا أياتها قول معاية تاني لو مذكر يا أيها برافو عليك لو مؤنث ها يا أياتها برافو عليك كلام جميل خالص لو جيت قلت لحضرتك إيه الرجال الرجال مذكر لمؤنث برافو عليك مذكر يبقى أنده بها إيه يا أيها الرجال برافو طب لو بنت أو مجموعة بنات ها أنده عليها بإيه ها برافو عليك أو يا أياتها الفتاة أو يا أياتها الفتيات يبقى علي يا أولاد لو الاسم اللي فيه ألف ولم أحد النوع والله يا حضرتك لو كان النوع مذكر يبقى أختار له يا أيها لو كان النوع مؤنث أختار له يا أياتها كلام جميل خالص نوع اللي بعده أولاد قال لي حضرتك بتركز كويس جدا جدا فيه الإعراب بقى إعراب إزاي يا مستر تعالوا نشوف أولاد إعراب اللي ما فيه قال إعراب مختلف شوية عن المنادى المنصوب وعن اللي إحنا خدناه في المبنى تعالوا نشوف أول حاجة ليا قال لي يا دي يا أولاد زي ما تعلمنا حرف نداء مبني على السكون لا محل له من الإعراب فين هنا المنادى المنادى هنا يا أولاد في كلمة أيها أيها هتمسك أي الوحدة وتقول عليها إيه منادى مبني على الضم قول معايا تاني منادى مبني على الضم طبعا فيه محل نصب يبقى أقول تاني يبقى المنادى فيها أيها إيه اول جزء في الايها اللي هي اي لوحدها اعربه ايه منادة مبني على الضم في محل نصب طب الهاد يا اولاد اعربها ايه قال اسمها زائدة للتنبيه قول معايا تاني اسمها ايه زائدة للتنبيه ويس خالص طب لو كان يا اولاد يا اياتها نفس الكلام فين حرف النداء يا يلا اعربه معايا حرف النداء مبني على السكون لا محل له من الاعراب فين المنادة ايه ايه الجزء ده ايه اعربه ايه زي معربنا اي اللي في ايها اهو منادة مبني على الضم في محل نصب طب والهاد دي لسه ايه دين زائدة للتنبيه قولهم معايا تاني عشان مهمين جدا يبقى لو جال يا ايها او يا اياتها امسك يا حرف النداء مبني على السكون اي الوحدها في ايها منادة مبني على الضم في محل نصب طب والهاد اللي زائدة للتنبيه طب لو جات يا اياتها يا حرف النداء مبني على السكون اي ايات منادة مبني على الضم في محل نصب والهاد زائدة للتنبيه كده خلصنا اعراب يا ايها ويا اياتها وعرفنا ان يا حرف النداء مبني على السكون المنادة ايها اي الجزء الاول فيها والهاد زائدة للتنبيه لو اياتها الجزء الاول فايت منادة مبني على الضم والهاد زائدة للتنبيه طيب الطالبات بقى والطلاب اعربوا ايه قال لي اعربوا كتير جدا جدا اعربوا ايه بقى قال لي الطلاب او الطالبات قال لي اعربهم لتنين اشوف بقى يا اولاد اللي بعد ايها ويا اياتها والله لو كان الاسم مشتق يا اولاد يعني ايه مشتق يا حبيبين قال لي مشتق يعني بعرف اجيب من الاسم المدارع والماضي بص كده الطلاب او الطالبات بعرف اجيب منه المدارع قال لي اه بقول يطلب او اطلب او طالبة بص بعرف اجيب منه المدارع والماضي يطلب اطلب طالبة والاسم اتاحها الطلاب يبقى ده ايه يا اولاد قال لي ده على طول اسمه مشتق طب بدم اسمه مشتق عاربه ايه قال لي بعرب اللي بعد يا أيها على طول بعربه نعت بعربه ايه نعت قال لي فيه ألف ولم ده يا أولاد لما دخل له أسلوب نداء أعربه نعت لو كان مشتق نفس الكلام يا أيتها الطالبات يلا أعرب معايا أهو حرف نداء مبني على السكون لا محل له من الإعراب فين المنادة أيته يا أولاد منادة مبني على الضم في محل نظم والهاء زي ما اتفقنا زي ايدا للتنبيه طب الطالبات الاسم المعرف قال بقى أشوفه بيجي منه مدارع ولا ما دي قال لي آه بيجي منه مدارع يبقى ده مشتق يبقى ده على طول اعربه نعت أهو يا أولاد نعت مرفوع بإيه بالضمة نعت مرفوع بإيه يا حبيبي بالضمة كويس خالص طب افرض يا أولاد ما جاش اللي بعد الألف واللم دي ما جاش اسمه مشتق يا حبيبي يعني إيه ما جاش اسمه مشتق يعني اللي بعد أيها أو أيتها جال اسم اللي فيه ألف ولم مش مشتق يعني ما بعرفش أجيب منه المضارع والماضي أعريبه في الحالة دي يا أولاد قال لي أولاد بعريبه في الحالة دي بدل زي لما أقول إيه يا أيها الرجل تعال شوف معايا كده يا حرف النداء مبني على السكون برافو عليك تبقيت تعريب لوحدك أهو فين المنادة أيها برافو عليك لسه قالين أيها إيه عربه إيه منادة مبني على الضم في محل نظر والهق إيه شاطر زائدة للتنبيه شاطرة طيب الرجل بقى هل أعريبه نعف قال لي لا ليه أنا ما بعرفش أجيب منه المضارع والماضي فيه حاجة اسمها يرجل لا طبعا ما فيش فعل اسمه يرجل طب فيه فعل اسمه رجل لا طبعا ما فيش فعل اسمه رجل طب هات الأمر فيه فيه فعل اسمه أرجل لا لا ما فيش الكلام ده ولا يبقى الاسم ده اسمه إيه قال لي اسمه اسمه جامد اسمه إيه حبيبي جامد مش مشتق طب بدم اسمه اسمه جامد بعريبه ايه قال لي في الحالة دي بعريبه بدل بعريبه ايه بدل يلا نكتب المثال مع بعض تاني ونشوف كده يا ايها الراجل يلا عريب معايا يا قول لي واحدك بقى شاطر حرف نداء مبني على السكون لا محل له من الاعراب طب لو انت مركز قول لي ده للقريب ولا للبعيد برافو عليك الياني الاثنين للقريب والبعيد طب فين المنادة ما بعد عادات النداء وقلنا ايها دي المنادة فيها الجزء الاول اي منادة مبنى على الضم في محل نصب والهاء اهي زائدة للتنبيه طيب فين اللي بعده قال الراجل ماله ده مصر قال للرجل ده سهل جدا فيه الف ولام بعد ايها قال لي ماله ده قال لي ده سهل جدا 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 قال لي ده ياولاد ده مش مشتق ده جامد قال لي في حالة الجامد يعرب ايه? قال يوعرب بدل. يبقى ده بدل مرفوع بالضمة. كويس خالص يا اولاد. كده اتكلمنا يا حبيبي على النوع اللي بعد اللي هو نداء ما فيه قلم. وعرفنا فيه يا اولاد لو الكلمة فيها الف ولام لازم احدد نوعها. اشوف نوعها والله انت مذكر يبقى اختر لها يا ايها. والله انت مؤنث اختر لها يا اياتها. وبعدين احدد يا اولاد او اشوف فين حرف النداء اقول عليه. حرف النداء مبنى على السكون. واشوف المنادى ايها او اياتها. اقول عليه منادى مبنى على الضم. والهاء زائدة للتنبيه. واشوف الاسم اللي فيه الف ولاب. افكر فيه يا اولاد. يا ايها العمال مثلا. العمال مشتق ولا جامد فكر. ها? فيه حاجة اسمها يعمل. فعل اسمه يعمل برافو عليك. فعل اسمه عاملة ماضي. فعل اسمه اعمل امره. على طول يبقى ده مشتق. يبقى على طول تقول عليه معك. طب افرض ان الفعل جامد يعني ما بتعرفش تجيب منه المضرق والماضي. زي مثلا. يا اياتها الفتاة. بص على الفتاة كده. ما فيش فعل اسمه يفتق. لا. ما فيش الكلام ده. طب يبقى ده اسمه ايه? ده اسمه اسمه جامد. وفي حالة الجامد يبقى على طول وانت مغمض اسمه بدل. جميل خالص. يلا بينا نروح على اخر جزء عندنا يا اولاد في المنادة اللي هو لما اجي اندع على لفظ الجلالة يا اولاد. لما اجي اندع على لفظ الجلالة يا اولاد. وزي مثلا النهاردة حضرتك يوم الجمعة بتدعو الله سبحانه وتعالى وبتكثر من الدعاء. فتقول ايه? يا الله اللهم اغفر لنا وارحمنا واعفو عنا. حضرتك بتنادي المولى على طول يوم الجمعة بالذات لان ده يوم عيد لنا كلنا. طب لما تيه حضرتك تنادي تقول ايه? يا الله. مش عايز حضرتك تستخدم اداة النداء في الاول. تعمل ايه? قال لي تعوض عن الياه اللي انت هتشيلها بميم في الاخر ميم مشددة. فتقول ايه يا اولاد? لو انت عايز مثلا تقول ياه بص معايا تقول ياه الله. تحط في الهمزة اا او في الالف همزة اسمها همزة قطع. طب لو انا عايز اشيلها اولاها يا اولاد. اللهم. بص معايا تقول اللهم. يبقى في حالة ان ده تعمل ايه? يتحط الياه وتحط على الالف همزة تخليها همزة قطع. عايز تشيل الياه تخلي ميم مشددة في الاخر. ما حطناش الياه هنا. وحطنا ميم مشددة. فتقول اللهم كويس او يا اولاد. طيب. هل اعريبه ازاي بقى? قال لي اللهم هنا يا اولاد منادى مبني على الضم في محل نصبه برضو. والميم هي عوضا عن حرف النداء المحزوف. طيب. هل ممكن يا اولاد يجي اجيب الجملة من غير حرف النداء خالص? قال لي اه جات في القرآن كتير يا اولاد. ربنا اغفر لنا اهيه. ربنا اغفر لنا. بص معايا. فين المنادى هنا ربنا اهيه. في حرف النداء موجود. قال لي لا برفع ليه. حرف النداء محزوف هنا. اهيه. كان المفروض ايه? يا ربنا. بس المولى سبحانه وتعالى حزف اداة النداء. فايه? فجات ربنا. طب ده نوع ايه في المنادى? شاطر ناكرة هي وراها ضميرة هي بقى ده منادى مضار. يبقى ده تبع المنصوب. ده منادى منصوب بالفتحة. والنادى مير مبني في حل اه جر مضاف اليه. وبعدين يا اولاد. والنوع ده اسمها منادى منصوب. الجزء اللي تاخد بالك هنا منه ايه? ان المنادى جاي من غير حرف نداء. طب مثال تاني لحزف حرف النداء. المولى قال في سورة يوسف بسم الله الرحمن الرحيم يوسف اعرض عن هذا. خد بالك يوسف اعرض. شوف خد بالك يوسفه. ها? ايه بقى? لو انا جيت قلت يوسف. شوف كان المفروض ايه? يا يوسف. طيب حرف نداء موجود ولا محزوف? المولى حزفه. فجاب ايه? يوسف. طب يوسف هنا انت عارف اسم انسان. اسم النبي عليه الصلاة والسلام سعيدنا يوسف. ده بده ما قاله بقى? قال لي ده منادى. ها? طبع المبني بقى ولا المنصوب شاطر. ما هو? على ما هو? يبقى مبني منادى مبني على الضم في محل نصب. منادى مبني على الضم في محل نصب. ليه? ايه السبب يا اولاد? لانه زي ما اتفقنا ايه منادى وحزفت منه اداة النداء. ده اولاد كان عندنا العرض السريع لكل انواع المنادى. زي ما اتفقنا. ايه هي حروف النداء? نمعهم معي بقى. يا ايا هيا ايل همزة. برفع عليه. طب ايه هو المنادى? اللي بعد اداة النداء? طب المنادى ده ايه? نوعين. يا منصوب يا مدنى. ان المنصوب تحته تلت افرع. ايه هو الفرع الاول? المضاف. اللي هو نكرة وراها معرفة. زي يا طالب الفصل. نكرة وراها معرفة. خد بالك ما بتبقاش منونة. طب المنادى الشبيب المضافل برضو اللي تبع المنصوب. بيبقى نكرة منونة وراها جره مجرورة. او كلمة بتكمل المعنى. نوع الثالث فيه. المنادى قال لي اسمه المنصوب اسمه ايه? نكرة غير مقصودة. عبارة عن ايه ده يا اولاد? بنادي على اسم شخص غير معين. طب المبني. اللي فيه نوعين. يا اما نكرة مقصودة. يعني بند على شخص معين. يا اما علم. طب بعد كده اتكلمت معك على ان ده اللي فيه الف ولام. اعمل فيه ايه ده يا اولاد. احدد نوعه الاول. والله الكلمة فيها الف ولامة. احدد نوعها. لو كان مذكر اختار يا ايها. لو كان مؤنث اختار يا اياتها. وفي حالة المذكر. اشوف الالف واللم اللي بعد يا ايها. اعربوا ايه? والله اذا كان مشتق يعرب نعم. والله اذا كان مش مشتق او جامد يعرب بدل. واتكلمنا في الحلقة يعني ايه مشتق وجامد. مشتق يعني بقدر اجيب منه المضارع والماضي والامر. جامد ما بقدرش اجيب منه المضارع والماضي والامر. اللي بعض يا اولاد اتكلمنا على لفظ الجلالة. بقدران ده لفظ الجلالة بالياه. او بشيل حرف النداء وبعوض عنه بميم المشددة. واتكلمت ان احنا ممكن نحزف اداة النداء خالص يا اولاد. ودينا امثلة على هذا الكلام. تعال باع نشوف كم تدريب كده. واشوفك ركزت معايا كويس ولا لا. وآآ فاهم الدنيا ولا لا يا اولاد. يلا تشوف كده. بيقول لي المثال الاول بيقول واحد. يا رجل المصنعة. تأدب. جملة التانية بيقول يا طالبا في المكتبة. الجملة التالتة بيقول يا محمد اجتهد. جملة الرابعة بيقول يا مؤدبون. فصلة تفوقوا. بيقول لي هنا يا اولاد في كل نوع حدد النداء حرف النداء وحدد المنادة واعرب المنادة. وبين نوعه. يبقى بصو طالب مني كم طلب? اربعة. نوع الاولان. حرف النداء. وهات المنادة. وبين نوعه واعربه. دول اربع حاجات. يلا الروح على المثال الاول. السؤال الاول كان بيقول لحضرتك ايه? يا رجل المصنع تأدب. يلا نبدأ. فين حرف النداء? ادي اول سؤال. يا. حرف النداء مبنى على السكون لا محل له من الاعراض. فين المنادة? شاطر. رجل. بعده الف ولام. يبقى ده تابع ايه? منصوب ولا مبني? رفع عليك. تابع المنصوب. يبقى تب ده نوعه ايه مضاف ولا مش مضاف? رفع عليك منادة مضاف. يبقى ده رجل منادة مضاف منصوب الفتحة. يبقى كده. طلعنا حرف النداء الياء وعربناه. حرف النداء مبنى على السكون. فين المنادة رجل? طيب ما له يا بقى يا مستر? قال لي ده نوعه مضاف. وبدأ مضاف يبقى ده منادة منصوبه علامة ونصبيه الفتحة. كده حددنا حرف النداء وطلعنا المنادة وبيننا نوعه وعربناه. كويس اولاد. يلا الروح على المثال التاني. نفس الكلام. طلع حرف النداء. طلع المنادة. بين نوعه واعربه. المثال بيقول ايه? يا طالبا في المكتبة. فين حرف النداء اول سؤال? يا طلعناه. طب حرف النداء مبنى على السكون لها محلله من الاعراب. فين المنادة? شاطر طالبا. يلا نحدد نوعه بص على اللي بعده. بعده الف ولم? لا يبقى ده مش مضاف. بعده جره مغرور? اه. يبقى ده اسمه شبيه بالمضاف. يبقى يا رجلا في المكتبة يبقى ده نوعه شبيه بالمضاف. طب يا طرى الشبيه بالمضاف تبع المنصوب ولا المبنى? قال لي ده تبع المنصوب. يبقى ده منادة منصوب وعلامة نص به الفتحة. طب ده نوعه ايه يا ولاد? قال لي نوعه شبيه بالمضاف. يبقى تبع المنصوبات. ده بالنسبة للمثال الثاني. يلا نروح على المثال الثالث. بيقول ايه? يا محمد فصلة اجتهد. يا محمد فصلة اجتهد. يلا. فين حرف النداء? يا دي واحد يا اولاد. فين المنادة? محمد رفع ليك. طب محمد ده ايه? تبع ايه? منصوبات ولا مبنى? على ما هو يا أولاد اسم انسان? يبقى تبع المبنى على طول. طب عليه بو ايه? قال لي على طوال وانت مغمر. بدا متابع المبنى يبقى ده اشوفه بقى مفرد ولا مثنى ولا جمع. قلنا لو مفرد مبنى على الضم. لو مثنى مبنى على الالف. لو جمع مبنى على الواو. طب ده ايه? برفع ليه? ده مفرد يبقى منادة مبنى على الضم. قول معايا كان مفرد ايه? منادى مبني على الضم. جميل جدا. طب لو مثنى يا محمدان يبقى منادى مبني على ايه? قال لي مبني على الالف. طب لو جات يا محمدون يبقى مبني على ايه? رفع ليك مبني على الواو. طب قلنا نوعه ايه? نوعه علم. طب العلم تبع المبني ولا المنصوب? زي ما اتفقنا تبع المبني. يلا نروح على المثال الرابع يا ولاد او السؤال الرابع بيقول ايه? يا مؤدبون فصلة تفوقوا. تعال نشوف كده يا ولاد. يا مؤدبون فصلة تفوقوا. فين حرف النداء يا حبيبي? يا. طب فين المنادى يا حبيبي? مؤدبون برفع ليك. طب منادى ماله. اه بص على اخره. اخر هو ونون. يبقى ده نكرة مقصودة. يبقى ده منادى مبني على الواو. في محل نصب. طب وده ايه يا ولاد نوعه ايه? قال لي نوعه نكرة مقصودة. وبدام نكرة مقصودة يا ولاد يبقى تبع المبني. كلام جميل خالص يا حبيبي. اه اتمنى من ربنا يا ولاد نكون النهاردة ان شاء الله وصلنا اه الفكرة بتاعت اه درس المنادى. واتكلمنا عن كل انواعه. واتمنى من الله سبحانه وتعالى يا ولاد ان تكون حضاراتكم اه فهمتم معانا كل جزء من المنادى. والى اللقاء ان شاء الله يا ولاد في الجمعة القادمة. لآآآ دراسة درس جديد. وتعليم آآآ قعدة جديدة من قواعد النحو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته